نظمت الهيئة التنفيذية لانتقال حضر موت اليوم الأربعاء حفلا فنيا وخطابيا بمناسبة الذكرى الخمسة وخمسون لعيد الاستقلال الثلاثين من نوفمبر بقاعة المعارض الكبرى بجامعة حضر موت وتضمن الحفل الذي يصادف أيضا لذكرى الشهيدة الإماراتي والاحتفال بالذكرى الحادي والخمسين لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة 2 ديسمبر عيد الاتحاد فقارات خطابية وفنية متنوعة واستهل الحفل الجماهيري بآي من الذكر الحكيم ثم النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الجنوب والإشقال مراتين ورحب العميد الركن سعيد المحمد رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بالمحافظة في كلمة له بالمشاركين في الفعالية الاحتفالية بالمناسبات الثلاث مؤكدا إن عيد الاستقلال الوطني يعد مصدر فخر واعتزاز لكل جنوبي حر يستمد منه العزيمة والإصرار في مواصلة النضال لتحرير بقية الأرض وإنجاز أهداف الشعب الجنوبي وتطلعاته في التحرر والاستقلال الثاني وتقدم المحمدي لشعب وشيوخ دولة الإمارات العربية بالتهنية بمناسبة الذكرى الحادي والخمسين لعيد الاتحاد الثاني من ديسمبر منوها بدور الأشقار المراتيين وفضلهم الكبير في تأسيس قوات الأحزمة والنقب الجنوبية وتسليحها بالإضافة إلى دعم أهل اقتصادي والتنموية تدخلاتهم في الإنسانية ولفت إلى استنفار المستفيدين من بقاء قوات المنطقة العسكرية الأولى خشيت رحيلها لمحاولة خلط الأوراقة وتشتيت الشارع الحضرمي عن هدفه مشددا على تحمل المسؤولية التاريخية بتحرير وادي حضرموت ومحدرا من التساهل المؤدي للتفريط في وحدة تراب حضرموت للهاربين من الحوثيين الإرهابيين كما ألقى المتحدث الرسمي للمجلس الأستاذ علي الكثيري كلمة أكد فيها أن الجنوب اليوم من شرقه إلى غربه يقف على قلب رجل واحد من أجل خلاصه واستكمال تحرير أراضيه وإقامة دولته المدنية الفيدرالية وأن تضحيات المناضلين الجنوبين لن تذهب هدرا وأشار الكثيري لا تزامن ذكرى الاستقلال مع ذكرى يوم الشهيدة الإماراتي وتأسيس دولة الإمارات موجهة التهنية لأشقاء الإماراتيين قادة وشعبا وحكومة معريبا عن امتنان شعب الجنوب لكل ما قدموه من دعمه مساندة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية في التصدي لمشاريع إيران التوسعية ودحر مليشياتها على أرض الجنوب وأشار الكثير إلى أن المجلس الانتقالي وقيادته المحلية يساندون السلطة المحلية بالمحافظة ويقفون باعتزاز مع النخبة الحضرمية التي دعا التحالف العربي إلى تعزيزها بالسلاح النوعي واختتم الكثير كلمته بالتأكيد على أن وادح رموت سيكون قريب بيد أهله ولا تزيد التهديدات إلا إصرانا على التخلص من قوى الاحتلال